تنامت خطورة سلطان زابن طيلة ثلاثة أعوام حتى باتت مصدر قلق لدى مجلس الأمن باعتباره المسؤول الأول على سجون النساء بصنعاء والعقل الحوثي المدبر لجناح التجسس الناعم باستخدام الفتيات الزينبيات كشبكة استخبارية تجسسية وظل سلطان زابن لسنوات يلعب بالظلام كذراع مهم للجهاز الأمني الذي شيده خبراء إيرانيون الحوثي قبل أن تفحر رائحة أعماله السوداء كرجل مهمات مشبوهة لزعيم الإنقلاب عبد الملك الحوثي